اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من المرنمينكم تحت الاضواع في البداية اسمحولي ان ارحب الزاميلة عزيزة فضيلا اهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليكي صباح الخير يا تامر اهلا وسهلا بيك ايا صباح الخير يا ايا صباح النور يا تامر النهاردة ان شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن حاجة كتير اول نهاردة وهنبدأ اول فكرتنا فضيلا معانا ايه النهاردة معانا اخبار الرياضة معانا معلومة مفيدة وابتكار تب حديث معانا رسائل فيسبوكية معانا رسالة من المشاهدين وفي النهاية وصفة تجميلية طيب النهاردة ان شاء الله الفكرة الرياضية طبعا الوسط الرياضة الاسبوع دوت اكثر سخونة من الاسبوع اللي فات طبعا عشان خاطر موضوع اللجنة الولمبية واقاف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتدى منصور اربع سنوات وتغريمه مئة الف جنيه وطبعا الموضوع ده عامل لغة كبير جدا على السوشيا ميديا وكمان على الفضائيات طبعا القرار نزل من اللجنة الولمبية بناء على شكاوه مقدمة من بعد اعضاء ناج الزمالك اللي هم القدام وطبعا كابتن محمود الخطيب فانا عايز بس اقول حاجة في الموضوع دوت هي اللجنة الولمبية اوقفت المستشار مرتدى منصور اربع سنوات احنا بقى شغالين الله هو اكبر يعني موجودين اربعة وعشرين ساعة على الموضوع اللجنة الولمبية هو قرار هو هيتنفذ او مش هيتنفذ ده مش بتاعتنا هو فيه قرار قالته اللجنة الولمبية وطبعا على سعيد نادي الزمالك هو طبعا اه اتعادل مع وادي دجلة وبالنسبة للنادي الاهلي طبعا الاسبوع دوت هو كسب اه ام بي تلاتة سيف والجمهور الاهلي طبعا سعيد بموسيماني لان هو طبعا الفوز التاني بتاعه على التوالي وبودام وموفق بس برضو عايز اقول الجمهور الاهلي دي لسه احنا ما نقدرش نحكم على موسيماني لان هو لسه في البداية لسه اه اتتش بتاعه وما ظهرش على النادي وطبعا في السعيد بقى العالمي طبعا ليفربول شال هزيمة سكيلة جدا طبعا الغلب من استون فيلا سبعة اتنين ودي ومنشستر طبعا يونايتد اخد هزيمة برضو تقيلة من توتن هام ستة واحد هزيمة تقيلة جدا بالنسبة لليفربول طبعا كلنا زعنين على ليفربول بس الحسنة الوحيدة في الماتش نجمنا ونبنو مصر والوطن العربي محمد صراح هو اللي احرز الهدفين تلوقتي نتكلم على المعلومة الطبية المفيدة توصلت الابحاث ان احنا ممكن نعالج الاطفال مع الستات الحوامل لان الاطفال حديثي الولادة بيتولدوا بنسبة 80% مرضى بالصفرة طيب انا عايز اقول لي كل ام حامل العروسة الجديدة الحامل الجديد فهي ممكن تحافظ على جنينها قبل ما يتولد وتحافظ عليه من ان هو يصاب بمرض الصفرة طب انا عايز اقول لها تاكل ايه في الوقت ده علشان هي يهمها انها تنجب الطفل ده لان هو اغلى حاجة عندها بصحة وامان وسلامة عايز اقول لك ممكن تشرب لبن تاكل زبادي تاكل فواكه تاكل خضروات طازجة فده بيحمي مولودك من الاصابة بالصفرة بنسبة 90% طيب انا محتاجة ان انا حافظ على البيبي بتاعي فما حاول اول ما يتولد وده انا بأكد عليه ان كل ام كل ام تردع طفلها ومولودها مجرد ما ينزل للدنيا بخير وسلامة تردع الرضعة الاولى لان ده هيحمي جدا جدا من الاصابة بمرض الصفرة وبعدين عايز اقول لها ما تخفيش انت هتبقي شكلك جميل فيه ستات كتير عندناها فوبيا ان سدري هيبوز ان شكلي هيبوز ان هيحصل ترهولات لأ يا حبيبتي ردع البيبي بتاعك وحافظ على صحته وسلامته فيه نزام دايت بعد كده هتعمليه فيه رياضة هتشد سدرك ويرجع تاني انا معلش ما بصش للناحية التجميلية واهمل سلامة طفل جاي للدنيا انا كل هم في الحياة ان هو يكون سليم وبصحة جيدة ونتمنى لكل مولود ولكل ام حامل انها تضح حملها بكل خير وسلامة وامان وكل بيجي على الدنيا دي بكل صحة ونتمنى لك حمل سعيد وانجاب سليم وصحة بالنسبة للحلبة والمغات الناس اللي متعودة العادة السيئة لا دي عادة وحشة قوي على فكرة واحنا بنقول لكل الحوامل اللي هيولدوا قريب ان شاء الله وكل الحوامل اللي هينجبوا بعد كده ان الحلبة والمغات بيسببوا على فكرة للأسف للأسف بيسببوا مرض الصفرة للأم اللي بيتنقل للطفل فبلاش حلبة ومغات معلش في ناس كتير هتقول لأ ودي عادات موروثة لا احنا بنتكلم بشكل علمي وطبي وبنحافظ على الأم وبنحافظ على البيبي اللي جاي للدنيا مش عايزين كل شوية رايحين مستشفى او رايحين لدكتور ونقول ده مصاب بالصفرة ونكون احنا السبب من بداية الحمد لغاية ما ينجب ويوجد على ايه على الدنيا دي لا احنا عايزين يكون تمام هو والأم بخير وسلامة ان شاء الله يبقى مولود ييجي ويفرح الأسرة وموضوع الحلبة والمغات ديه طبعا احنا متعودين عليها يعني احنا احنا اساسا كشعب مصري متعودين عليه بس هي اثبتت فعلا التجارب العلمية ان دي بتخلي التفلي يصاب بالصفرة بنسبة كبيرة جدا فقاليت نقلل منها معانا ايه تانيا في دلوقتي العلماء توصلوا لابتكار حديث جدا وخطير على فكرة انا لما سمعت ده وقريته انا ببحث على في الانترنت لقيت ان هم توصلوا ممكن يقيسوا نسبة السكر في الدم عن طريق الدموع يعني مجرد ما هنعيط المرضى السكر هناخد نقطة من الدموع دي ويتقاس بيها نسبة السكر في الدم احسن ما نقعد نشكشك في ادينا بالقبر ونقيس بجهاز السكر لأ دلوقتي لقينا ان الدموع بتحتوي على اكسيد الجيلوكوز اللي بيبين نسبة السكر في الدموع انا دلوقتي هخش عايات ازاي يعني حضرة لا احنا على فكرة انا خش اعمل تحليل السكر اخش عايات ازاي احنا شعب نفرح نعيات انا خش امدرب قبل ما اخشي انا اتعايات نقرسك على ممكن نقرسك ممكن نقرسك احنا شعب كده عاطفة ايوه مش وكي انا داخل عامل دلوقتي تحليل وده المرضى السكر على فكرة لأ انا داخل عامل تحليل طبعا معلش ممكن احنا نشك ادينا ايه ونتقلم ولا ممكن انا فرحانة في عالين زل دمعتين انا تأثرت بمشهد مقلم فانزل دمعتين انا حزينة في عايات المفهود ان انا خش عن الدكتور بايبا مش اغلي فيلم حزين كده عشان عايات عليها يعني يعمل اه لقطة كده او يقول افتكري حاجة كده وجعتك قلمتك في وقت من الاوقات والله العلم ده مش عارف يوصلنا الفيلم العلم ده جميل جدا وخطير واتقار مذهل صراحا احنا طبعا معنا الاية في رسالة فيسبوك كيه معاك النهاردة ياريت بقى تلطلعين معايا اول رسالة من ملاد بيقول الاستاذ تامر ان هو متحامل على الزمالك من الواضح انه ههههههههههههه والمفروض ان الاعلام بيكون محيد يعني اسمه ملاد اسمه ملاد واسه malt انا.. اه اه الاه 별 فكرة انا اه الاوي استاذ عمر اديب ز monkawo اعلن انتمائه الاستاذ الميس وكتير جدا من الاعلامينل انتمائه بس انا ما باتحمله ع dramatic انا اي اخبار بقولها بقولها عن نادي الزمالك زي ما بقول عن نادي الاهلي لكن انا ما بتحملهش سادانа على ناديました لان انا بحترم نادي الزمالك لان من غير نادي الزمالك نادي الاهل مش يبقى موجود لانه هما كوتباي الكورن المصرية وانا بحترمها حبيبي معانا تانية رسالة من جيهان ناصر بتقول ان ريه يا أستاذة فضيلة متجبوش ميكوب ارتست معيكو في البرنامج والله ده على فكرة يا أستاذة أستاذة يا جيهان احنا مهتمين بالموضوع ده جدا وان شاء الله في السيزون الجاي ما هيكون معانا ميكوب ارتست بروفيشنال واحنا فعلا بنهتم بحاجة زي دي لان فعلا مش عايزين نستضيف اي حد لا عايزين نستضيف حد بروفيشنال ويفيد الناس بعلمه ويفيد الناس بكل جديد معانا رسالة كمعين من فيصل الضو بيقول ان شايفين رأينا ايه فلان القرارة الاولمبية بخصوص رئيس نادي الزمالك دي هتطبق او لا لا والله دي مش بتاعتنا تتطبق متطبقش دي مش بتاعتنا احنا شايفينه لا هو اكيد هيحصل فيها اجراءات يعني اكيد اعم مش يعني استئناف اي اما هو لازم فيه استئناف هو عنده استئناف اشيحصل داوة واستسلم لا طبعا لا احنا مش بتاعتنا طبيعة كل انسان على فكرة دي مش بتاعتنا ان هي تتطبق متطبقش هو اللجنة الاولمبية قدت قرار بيقاف رئيس نادي الزمالك 4 سنة فهي بقى تتطبق مش تطبق دي بتاعتهم هما بتسألهم هما يحمل سناش احنا عندي سؤال كمان ماي الهادي ان هي مش خارجة اعلام بس هيا بتحب الاعلام قوي ونفسها تطلع معنا حلقة في البلنام ان شاء الله تنورينا وده شرف لينا ونبقى سعداء ان انت تبكوني موجودة معانا واحنا بناخد بايد كل الناس اللي ممكن نقف جنبها لان احنا برضو حصل معانا دا واحنا كنا سعداء ان حد بياخد بايدنا طبعا بالنسبة لا اسمها ايه؟ مي مي بس يا مي برضو لازم تشتغل على نفسك شويها مش مجرد انت تيجي توقف قدام الكاميرا وخلاص لازم تشتغل على نفسك انت تاخدي كورسات وتأهلي نفسك وده هيبقى افضلك وبعد كنا ان شاء الله لو في امكانية ان انت تتطلع معانا برضو هتتطلع معانا عند مش ادنى مشكلة في اي حاجة وفي صراحة مسج انا شخصيا يعني اعجبت بيها من احمد ايمن ان هو شاف الحلقة بتاعتنا بتاع الاسبوع اللي فات وانبسط قوي ان احنا اتكلمنا في موضوع عمى محمد عامل النظافة وهو بيبعت رسالة عمى محمد ان هو يعني بيدي له كل الاحترام والتأدير هو وغيره يعني هو شايف ان هما احسن حاجة في الحياة يعني هو عمى محمد على فكرة احنا كنا قلنا للحلقة اللي فاتت ان هو يكون معانا السبت ده بس للأسف عمى محمد مريض وعايزين نقول له كلنا الف سلامة عليك وان شاء الله تقوم بالسلامة وتكون في احسن صحة ونستقبلك وتنورنا يا عمى محمد وليك كل الشفاء العاجل يا رب بأمر الله تعالى في رسالة كمان من رضا 19 انتوا لي متحملين عن المواطن في فقرة السلقيات والله احنا مش متحملين على المواطن خالص احنا مواطنين أساسا كنا نكلم عن ناس اللي هي بتغلط مش كل الناس بتغلط يعني مش كل الناس بتعمل ده لا بالعكس ده فيه ناس محترمة فيه ناس ملتزمة بكل حاجة فيه ناس ملتزمة بنظافة بيوتها والشوارع فيه ناس ملتزمة بسلوكياتها في اشارات المرور فيه ناس بتدي فرصة لغيرها ان هو يعدي سواء راجل مسن او ست مسنة او شاب او شبه في ناس في المتروهات بتحترم الناس الكبيرة وبتقومون فإحنا اسمه إيه؟ اسمه ردا أستاذ ردا إحنا يا أستاذ ردا مش متحملين على حد خالص إحنا بنتكلم في السلوك الخطأ وبنحاول نوصل رسالة للناس إن فعلا بنتمنى إن كلنا ما فيش حد كامل نبقى بنتصرف صح وبنحترم الغير لإن في حاجة تانية كده إن شاء الله هنتناولها في الحلقة الجاية احترام الغير احترام الآخر لازم كلنا نحترم بعض صغيرين كبار قليلين بنشتغل ما بنشتغلش لإن إحنا كلنا عباد الله فنحترم بعض إحنا جانا كمان رسالة بالنسبة للناس السلوكيات في ناس كتير جدا بتشكرنا يعني الناس بتشكرنا بتقولك إن انتوا فعلا بتصيروا موضوع مهم جدا لكن إحنا ما بنتحملش إحنا بنقول شعب مصر شعب عظيم وإحنا ما بنستنسنش نفسينا من الموضوع السلوكيات ده ما إحنا برضو بنعملو كل واحد بيغلط بس فيه غلط بيفرق ما هو إحنا برضو بنغلط إحنا برضو من الناس دي إحنا ما فيش حد كامل ساعات ممكن غصبة عن الواحد إن هو يتحط في موقف هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكامل يعني والكمال لله إحنا برضو زيكم بنغلط فإحنا بنبص في الشارع على فكرة أنا ساعات كتير بابا عايز أمسك الموبايل أو الكاميرا أصور حاجات كتير غلط ومحضرة برضو إن شاء الله للحلقة الجاية السلوكيات كتير غلط مش مع الناس بس على فكرة مع الحيوانات يعني دي حيوانات مش هتقدر تقولك أنا بتألم مش هتقدر تقولك أنت بتأزيني مش هتقدر تقولك أنا جعانة بس فيه تصرفات بتصدر عنها بتشير إنها جعانة عطشانة طيب إحنا هنتكلم إن شاء الله في الموضوع ده في الحلقة الجاية بأمر الله تعالى إن شاء الله معنا إتنين معنا رسالة من سلوة بتقول الخنانة الجميل اللي كان بيطلع معنا وستو حلوة وأبو طاقية شيك أبو طاقية شيك بقاش موجود ليه أستاذ المطرب الجميل أستاذ محمد عزام والله أستاذ محمد عزام طبعا عشان هو بيبقى عنده مشاغل كتير فإحنا بنحاول كل فترة كده إن إحنا نجيبه وإحنا هو بنوجه لك يا أستاذ محمد عزام الناس عزيزيك بتقولك الطاقية شيك الطاقية قبليه تيجي الطاقية قبليك حضرتك معايا بقى سؤال من منصة قوي بتقولي إن أنا أحكي لهم تجربتي أو في الإعلام وإن أنا أول مرة أطلع على الكاميرا كان إي حساسي إي حساسي جوابا هو طبعا كخوف كأي حاجة أنت أول حاجة بتعمليها بداية فدايما بيبقى عندك رهبة وخوف منها بس أنت خلاص يعني كان طبعا الأول كان خوف بس أنت تكلمتي وتعودتي قاعدة مع صحابك بتتكلموا مش الموضوع ما فيه شدة ما فيه ش أي حاجة وانت تعتبر الكاميرا بس هي مجرد آلة محطوطة ما تخوفكيش هي قال لها رهبة تلقل صورتك للمشاهدين هي قال لها رهبة لها حاجة فعلا بتخوف أن الواحد يبقى قدامها بس أنت تعملي معايا على أساس أن هي يعني مش موجودة وانت قاعدة مع صحابك بتتكلموا عادي وموضوعها يبقى سهل يعني بس هي زي كل أول حاجة هي في الأول بتبقى صعبة طبعا يعني دلوقت أخبار الرهبة إيه أه لا على فتحنا خلي بالك كلنا وحتى الكبار في الرهبة دي موجودة لأنه هو هتبقى مسؤوليته أنه هو ينجح وعايز يوصل رسالته بكل أمانة وبكل ثقة وبكل نجاح وصدق للمشاهدين طبعا فهي آه بتقل بس هي بتفضل موجودة هي بتفضل موجودة وان انت كمان جزء ان انت تبقي محضرة وعارفة انت هتقولي إيه وهتتكلمي في إيه وانت تبقي مزبطة ومساستمع الحاجة اللي انت هتتكلمي فيها دي حاجة بتفيد جدا لأن النظام حلو في كل حاجة في الحياة فهو بيساعدنا كتير برده طبعا كمان التمأنينة اللي بيدهلنا كمان المخرج اللي هو خلف الكاميرا وكل الصف اللي خلف الكاميرا اللي بيديك التمأنينة والتداخل طبعا بيفرق طبعا غير ما انت بتشتغلي مع حد هو ممكن ان هو يختارك وقافش بصراحة احنا مجرد ما بندخل بأمانة احنا جايين بجزء من طاقة إيجابية بنبص لهم حقيقي باتكلم بجد كل استاذ واليد عمارة كل الكنترول كل اللي موجودين خلف الكاميرات وبينقيلوا صورتنا لمشاهدين وعملنا ده اللي بنتمنى يوصل بنجاح وتوفيق هم بيدونا طاقة إيجابية أكبر وانا اول مرة ما كنتش متخيلة ان انا هيبقى عندي الخوف والرهبة كده لا يعني حسيتها قليلة عن نهاية بأول مرة تمام ربنا يوفينا جميع طبعا احنا جلنا طبعا رسالة من السادة المشاهدين رسالة المستشار الجليل وزير العدل طبعا في عدد كبير جدا من المشاهدين بيتكلموا على موضوع الزحام اللي هو في الشهر العقاري الناس طبعا بتشتكى من الزحام زحام شديد جدا فالناس بيوجهوا يعني لحضرتك رسالة كده ان هم يريد تمد عدد الساعات العمل يعني هم بيخلصوا الساعة 3.5-4 فيريد تمد عدد ساعات العمل بحيث ان هي توصل مثلا لو هيبقى فيه إمكانية هي توصل للساعة 6 بحيث ان الناس تقدر طبعا ان هي تيجي من الشغل بتاعها موازمة من الناس بتيجي من الساعة 4-4.5 فهم عايزين بيوجه رسالة حضرك ان حضرك يعني لو فيه إمكانية ان تزود عدد الساعات وفيه إمكانية كمان تزود عدد الموظفين لان بيبقى فيه عدد أولاد جدا طب ممكن فيه إمكانية يزوده برضو المنافذ اللي هي أماكن او المكاتب الشهر العقار هو فعلا هم شغالين على دوت علشان ما يبقاش في مكان لا الوزارة شغال على دوت فعلا بتعمل منافذ هو كان فيه قبل كده كانوا شغالين يوم الجمعة وده كان كويس جدا للناس اللي هي كانت عندها ما عنداش أجازف لليوم الجمعة بس أنا مش عارب برضو لا فيه ناس برضو بتيجي من محافظات بيكونوا جاي من سفر يقولوا خلاص احنا قفلنا ما هو قفلنا عشان خاطر هو فيه سيستوف ممكن يبقى فيه ساعة مثلا دي للناس ما هو أنا عارف فين كمواطن ما هو أنا جاي من سفر ما احنا بقى من ناشد سيد وزير العدل إنه هو يزود عدد الساعات شوية وكمان يوم الجمعة يوم الجمعة ده كان كويس جدا يعني أنا كنت واحد من الناس كنت بقى يوم الجمعة بروح أعمل أي شغال في التوكيلات وطبعا هي طبعا الوزارة العدل عملت موضوع حاجة أونلاين والأونلاين حياب تقدر تخش على الفيس أو الدوت بيبقى كويس جدا ده كويس سمشكين فيه نات كتير يعني فيه برنامج نزل اسم وأرغب أعمل توكيل حاجة بتخشي بتدخلي بياناتك بتدخلي اسمك ورقم البطاعة ونعمل التوكيل أونلاين وبتاخدي معاد أقرب مكان من نسبالك بتروحي فيه بيقولك مثلا في أنت سكنة من سكان مصر الجديدة هتروحي مكتب شارع كار التوصيل بتاع مصر الجديدة هتلاقي موظف مستنيكي ديها فعلا حقيقة يعني أنا شفتها أونلاين فطبعا إحنا طبعا عشان الشعب المصر طبعا مش كله مؤهل للموضوع دوت فإحنا ياريت نمدي ساعات العمل دي شوية ونزود عدد الموظفين ويوم الجمعة ده مهم جدا ياريت يرجع تاني هو كان موجود ياريت يرجع تاني طب إحنا كلنا برضو بنوجه نفس الرسالة وبنتمنى فعلا يوم الجمعة يبقى فيه عمل لإن نخفف الإزدحام ونخفف المشاكل دي ونراعي حالة الناس اللي هي جاية من محافظات وعقالية طبعا من التكدس إحنا طبعا إحنا في الكورونا فلازم نخفف من التكدس من بقشل تجمعات معاني دلوقتي معانا وصفة تجميلية لستاتنا حبابنا الجمال فعايز أقول لكم حاجة بسيطة هي موجودة في البيت أنا عندي مية ورد هجيب معلقتين مية ورد وحط عليهم معجون سنان طبعا كلنا بنخسل سناننا حاجة بسيطة من معجون سنان كده على طرف المعلقة ويتقلبه مع بعض طب لو أنا ما عنديش مية ورد علشان فيه ناس كتيرية تقول مفيش مية ورد هاخد معلقتين مية عادية من الحنفية وهقلبهم مع شوية معجون سنان وبعد كده هحط معلقة نشا ده ليه بيعمل تفتيح للبشرة والأماكن الداكنة وده نعمله صباحا ومساءا طيب إمتى هوقف ده لغاية ما وصل للنتيجة اللي أنا عايزاها ونتمنى كل ست سمعانا وكل بنت جميلة حلوة تعمل الكلام ده وحاجة مش مكلفة خالص واتمنى أن الوصفة دي تعجبك واجربوها طيب إحنا دي طبعا دي كانت نهاية فقرتنا الأولانية وإن شاء الله في الفقرة التانية معانا كابتن جهاد مدرب لياقة بدانية انتظرونا بعد الفاصل